حياكم الله قبل فاصلي أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت قد وصلت معكم إلى الفيديو الرابع حيث عارضته بين أيديكم من فيديوات مجزرة باب الرجاء السيستانية رجاء أعيد بث الفيديو الرابع أشهد أنك نور الله الذي لم يدفع ولا يدفع أبدا أبد والله ما ننسى حزينا أبد والله ما ننسى حزينا أخواني 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 أخي اهدأ بس سمعني هذه سماعة داخلية هذه سماعة داخلية الأخوان بحسب النظام جاينادون يا أخي جاينادي هذا بس الفوق أما الموت فكلنا في داعنا حزينا نفتح الباب القضاء هذا ما علم الفقالية العمل اللي يجيب هو بداء للحسين كلنا بداء للحسين تجاكم الله كله ان خلقت الباب يا عزاء الباب الضلقا ونسونا ان اضربتكم ومن الفيديو الرابع الى الفيديو الخامس سيدي يا رب الله اشهد ربك اشهد ربك اشهد ربك ومن كنت فلن ازارك حياتك حياتي حياتي ومن يرامونك سيطارمون اليك اشهد ربك ربك اشهد ربك الفيديوات ليست واضحة جدا لانها من تصوير بعض منتسبي العتبة الحسينية ممن كانوا في الطابق الثاني من بناء الصحن الشريف او كانوا على السطوح من اماكن عالية صوروا باجهزة الموبايل كاميرات قناة كربلاء كانت موجودة وكاميرات العتبة الحسينية التي تصور كل شيء هناك هي الاخرى موجودة لكنهم لم يخرجوا شيئا مما صورته كاميرات قناة كربلاء ومما صورته كاميرات العتبة الحسينية كاميرات أي شيء يكشف هذا لا أريد أن أعلق كل التفاصيل تشير إلى جريمتهم وبشكل واضح جدا هم المقصرون بدرجة مئة بالمئة إنهم السيستانيون الذين عينهم السيستاني بنفسه ولذا فإن المشؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق السيستاني وبعد ذلك تتفرع إلى أعوانه الذين نصبهم وعينهم حكاما على الشيعة في كربلاء محمد محمد المحمداوي له شقيق وهو عباس المحمداوي قتل في هذه المجزرة ومحمد المحمداوي لما ذهب لاستلام جثة أخيه اشترطوا عليه حتى يستلم جثة أخيه أن يوقع على إخلاء ذمة العتبة وشركاتها من أية مسؤولية ولما رفض رفضوا أن يسلموه جثة أخيه هو يحكي لكم بنفسه بنفسه بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزي العالم الإنساني والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا حبيت أنوه بهذا الفيديو إلى منشور السابق أنتقدت به القضاة اللي بكربلاء عن تسليم الجثث الشهداء برطة طواريج وأخوي واحد من عندهم والكثير كذبوني طبعا هاي القطعة مال أخوي وانتهى المجلس العزاء البارحة وهان هاي القطعة مال أخوي اللي كتبت عليه هذا المسجاء أخي طبعا هاي إحنا نحن بباب البيت موكب يبدي من واحد محرم لحد الأربعين أربعينية الحسين لحد يعني عشرين من صفر هذا الموكب مالنا أساسا أخواني يعني هاي جاي أبرر للناس اللي قالوا عليه كافر وقالوا علي وهابي وقالوا علي منديس أخواني أنا كل ما قلت انتقدت عمل اللجنة القضائية اللي هي بها ثلاث قضاات بداخل مستشفى الحسين التعليمي ذول القضاات الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ العدالة بالعراق ذول القضاات ما سووا شي بس مجرد أنه كل واحد الكل انتقدني على أنه أنا كافر وأني منديس وأني أريد تعويض وأقول لك اللي اللي هو عايش بمعتقد باسم الحسين بنور الحسين يعني يريد تعويض من أحد أبداً إحنا حب الحسين ملازمنا ورضعناه بحليب أمهاتنا ويسرب دمنا وحب الحسين اللي خلاني ننطى شهداء من قبل داعش بالألفين وأربعة ونطينا شهداء بالألفين وستة ونطينا شهداء ويا داعش واليوم أحد الشهداء اللي هو أخوي عباس كان برقضة طويرج كل ما هنالك أخوان أبيني لكم أنه أنا لا سبيت مرجع ولا سبيت تعادل عبد المهدي ولا سبيت عبد المهدي الكربلائي ولا سبيت حتى هذا الغلط يصير علي وهذا اللي يقول أنت كافر وهذا اللي يقول أنت تشذاب كل ما هنالك أنه أنا من وصلت للجثمان أخي الجثمان أخوي قال له ليابا أم للاستمارة هاي أوقع للاستمارة هاي هي مكتوبة وقحها حتى تستلمت جثة والناس كلها وقعت لكن أنا كان عندي إدراك وعندي مخيلة أنه أخوي رايح ويا الحسين فما كانت مهتم الوفاة أخي بقدر ما أفرحان أنه مفتخر أخوي لا ميت وهو متعارك ولا ميت على موثار ولا ميت على موثار مات مع الحسين وإحنا عدنا آية قرآنية تقول من أحب عمل قوم حشر معهم فأنا متأقن أنه أخوي نحشر مع الحسين فأخواني أنا من جهة أوقع قلت له أنا ما أوقع إلا أقرأ فقرأت كاتب لي بيها صيغة أنه أنا أتنازل عن كافة المطالبات وأنه ما أقيم دعوة ضد أي شخص وأخوي ميت يعني ما مضمون الكتابة أخوي ميت قضاء وقدر ووقعت ولأجله ووقعت قلت له حبيب قلبي أنا أخوي ما ميت قضاء وقدر أخوي ميت حال حال ذول الشهداء يا ابني هيت قلت للقاضي قال لي لا حجي أنت أخوك مات ويا الحسين وشن اللي تريده قلت له أنا أنا أكو أكو فقرة بالقانون تقول إنه في حالة وجود مقصر أنا أقيم دعوة ضد المقصرين منه مقصر هس نحن نقول مقصر يجوز إنه أكو واحد هناك من جماعة داعش سواها واحد من الفازدين سواها أكو إرباك صار بين الزائرين وصارت فباتر إذا تبين هذا أنا شون أقدر أقيم عليه دعوة وأنا كاتب ما أقيم دعوة ضد أحد فما قبل قال لي إذن تترك الجثة تشرح وبعد شكم يوم تجي تأخذها المهم أنا رضقت الأمر الواقع قلت له ما يخالف تشرح الجثة لكن ضغوطات أولادي وأخوتي وعمامي قالوا شيخنا ما يصير المهم رجعت لقلت له عمي أنا أوقع لك ووقعت له قللي والله أنا مستغنى عن توقيعك بس يبقى توقيعك يا أمي له أبو له أمي قلت له والدنا متوفي قال جيب لي أمي لأن هي صاحبة الحق الشخص جيبت له أمي طبعا تأخرنا لحد لما جيبنا أمي المسنة التعبانة المنكوبة بابنها جيبتها وقعت يلا سمح بخروج شهادة الوفاة لما سمح لها قلت له يا أبا أنا أمي وقعت يا صاحبة الحق الشخص الطيني توقيعي قال لي مو من حقك تأخذها لأنه هذا ما أطيك يا يا أبا ليش مدري شنو المهم صارت شوي مساجلة كلامية ببيناتني تركت الموضوع وطلعت هذا كان نشري أخواني إذا بيكم واحد أخوه هيتي ومكسور ظهر على أخوه يقبلها عن نفسه أنه هذا القاضي هيتي حاتي أنا ما انتقدت غير أنه الإجراء هذا مو صحيح غير هاي أنا ما قلت سويتوني كافر وسويتوني منحط وسويتوني أنا أعلم التعويض ما ما أدري شاقلكم بس أقول اللي انتقدني بهيش انتقاد اللهم ربي إن شاء الله يكسر ظهره بأخوتي مثل ما الله كسر ظهري لا أنا فرحان والله فرحان لكن الافراق ببيناتنا بيني وبين أخوي فرحان أنه عندي أخ مات ميتة الحسين مات مع الحسين وشكرا لكم وعزائي لكل من ساندني وأشكر كل من ساندني أو اتصل بي أو إجاني وواصلني للمصابي والعزاء وأشكر كل أخوتي من كافة الديانات اللي وقفوا إياي وقفة مشرفة بالخصوص الديانة الأيزيدية والصابقة والمسيح أخواني المسيحيين وأخوتي من الرمادي أشكرهم وأخوتي العزة اللي إجوني من ديالة من بعقوبة وكافة عشائرنا الكرام اللي إجوني وأهلنا بالخصوص وعمامي البمحمد أعزيهم وحسن لهم العزاء وشكرا لكم وشكرا لكل من ساندني وقفوا إياي شكرا جزيلا لكم فيديو مجلس فاتحة أخي رحل الأحذ والفراق طويل رحل الأحذ والفراق طويل والدمع من كثر الأسايا رحل الأحذ والفراق طويل رحل الأحذ والدمع من كثر الأسايا يسيله يسيله أبكي إذا يوما فارقته الفراق صعب للأخوة وحنانها وطيبها كمثل زينب هذه الأيام يا رحل الأحذ والفراق أبتي يا رحل الأحذ والفراق رحم الأحب والفراق طويل طويل والدمع من ذكر الأزايا يزيل أبكي إذا يوما فارقت أبكي إذا يوما فارقتهم فكيف إذا صار الفراق طويل الدار تحزن لو تفارق أهلها حزن الخليل إذا جفى خليل بي أنبياً بي أنبياً هذا الرجل لأنه رفض أن يوقع على وثيقة يخلي فيها ذمة العتبة الحسينية من المسؤولية وهذا المراد من التوقيع أن يتنازل عن كل حق له وأن يوقع على أن أخاه مات قضاءً وقدرًا من دون أي مسبب هكذا تجري الأمور الناس وقعت وما كانت تدري هذا الرجل كان ذكياً ولكنهم مع ذلك أجبروه على أن يوقع وأن يأتي بأمه أيضاً هذا واقع القضاء في كربلاء في كربلاء هذا واقع القضاء في كربلاء في كربلاء السيستانية ومع ذلك فإنهم سجلوا فيديو وافتروا على هذا الرجل الأكاذيب أتعلمون من الذين سجلوا هذا الفيديو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية أفضل الشامي ومعه محمد جواد مهدوي إنه مدير مكتب آية الله العظمى شيخ إسحاق الفياد رجاءً اعرضوا لنا الفيديو الذي يسجلون فيه هؤلاء الأشخاص أكاذيبهم وافتراءاتهم على رجل ما أراد أن يتنازل عن حقه أعرضوا الفيديو رجاءً أعرضوا الفيديو بلحصة الصور نعم لا أعرفوا أنا فيديو أستاذا أصور سيدنا خليسي الكلام لقاء هذا حتى بعد أن نستعمله هذا شو مليزبا شو أعرف اسمه شنو حسين خاوة بنيا صور بنيا مجموعة بنيا مجموعة بس العفو هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمد داول يقول هذا أخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء اقتحالوا هذا أرد أن يطلع ما جاء يقبلون يقبلون تنازل عن الدعوة يلا يطلع الكلام كله كبير يستغل حتى هذا الكلام كله كبير أي مانع ماكو الآن شيعنا جثمان الشهيد حسين خاوري وهو سلطان علي اللي هو من أهالي مشهد المقدسة اللي يستشهد في باب الرجاء في يوم العاشر في رقدة خواري اللي هي هذا الشهد الآن مع هذا أخو وهذا أخو نعم وهذا الصورة ما لك لا يصدقوا بالقيل والقال في المجال التلاصل الاجتماعي كل كلام كذب فأن هذا هو أخو الشهيد والآن شيعنا أخو ونشيعه في العسبة المحباسية ثم ننطل جنازته إلى واد السلام في النجف الأشرف إلى جميع المؤمنين أنه كل ما ينشار عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الشيخ نبارك الله بك أحسنكم معظم الله أجوركم والبقاء في حياتكم ما أجوري إن شاء الله هذا الشيخ محمد جواد مهدوي هذا هو مدير مكتب آية الله العظمى شيخ إسحاق الفياط وهذا الآخر هو أفضل الشامي في وقتها كان الناطق الرسمية باسم العتبة الحسينية وكان نائبا للأمين العام للعتبة الحسينية يقولون من أن محمد المحمداوي يدعي كذبا أن أخاه قد قتل وإن الذي قد تحدث عنه هو شخص إيراني اسمه حسين خاوري قد قتل في الحادثة فعلا هناك زائر إيراني اسمه حسين خاوري قد قتل في الحادثة وهذا أخوه الذي هو جالس بين أفضل الشامي ومهدوي لكن هذا الموضوع لا علاقة له بمحمد المحمداوي وإنما أرادوا أن يجعل من هذه الحادثة لتضييع الأمر الذي تحدث عنه محمد المحمداوي رجاء أن اعرضوا لنا صورة عباس عباس المحمداوي الذي هو الشقيق محمد المحمداوي الصورة التي تشتمل على جهتين جهة فيها صورة جثته في موقع الحادثة وصورة أخرى له هذا هو عباس المحمداوي وتلك هي جثته في مكان الواقع فمحمد المحمداوي يتحدث عن أخيه هذا رجاء اعرضوا لنا لوحة أخرى فيها صورتان صورة ل عباس المحمداوي وصورة للزائر الإيراني الذي قتل في الواقع حسين خاوري حتى لو قال قائل ربما بسبب الشبه بينهما أفضل الشام ومهدوي اشتبه عليهما الأمر هل هناك من وجه للمشابهة بين الصورتين بين عباس المحمداوي وبين حسين خاوري هذان الأثنان قتل في الواقعة حسين خاوري زائر إيراني وهو الزائر الإيراني الوحيد الذي قتل في الواقعة وهذا عباس المحمداوي لما ذهب أخوه محمد المحمداوي لاستلام جثته طلبوا من أن يوقع على وثيقة جميع ذو القتل وقعوا لم يلتفتوا إلى ما جاء في مضمون تلك الوثيقة محمد المحمداوي دقق النظر في الوثيقة فوجد أنه سيوقع على وثيقة يتنازل فيها عن حقه من أن يرفع شكوى على أي جهة سببت هذا الأمر لأنهم يعرفون أنفسهم يعرفون أنفسهم أنهم مجرمون وبعد ذلك يسجلون هذه الفيديوات وينشرونها لأجل تضليل الناس وتضييع الأمر رجاء أعيد بث الفيديو بلحس الصور هذا نعم لا العفو أنا فيديو سيد 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 نخلي سيد الكلام لقاء هذا حتى بعد نستعمله هذا شمال يزم شو اسمين وهذا حوق اسم شنو حسين خاور حسين خاور صور منيام ترجمين بس العفو الحق المشهد نخذ رقم المبايد المشهد نزل على الصورة صورة هذا طالع واحد كاتب على عنوان محمد المحمد داود قريت يقول هذا اخويا ويا رئيس الجمهورية يا رئيس الوزراء تحال وهذا يبدو يطلع ما جاي يقبلون يبدو يتنازل عن الدعوة يلا يطلع الكلام كله كبير يستغل حتى الكلام كله كبير اي مانع ما كو الان شيعنا جثمان الشهيد حسين خاور من سلطان علي اللي هو من اهالي مشهد المقدسة اللي هذا اخو وهذا اخو نعم وهذا الصورة ما لك لا يصدق بالقيل والقال في المجال التواصل الاجتماعي كل كلام كذب فان هذا هو اخو الشهيد والان شيعنا ونشيعه في العسبة العباسية ثم ننطل جنازته الى وادي السلام النجف الاشراف الى جميع المؤمنين انه كل ما ينشار عن هذا الكلام غير ما قلناه غير صحيح وغير دقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الشيخ نبارك الله بيك احسنكم معظم الله جوركم والبقاء في حياتكم ما جورين ان شاء الله ما يدل على تدليسهم جايبين ايراني الايراني ما اعرف عربي وقطعا يوقع على الوثائق من دون ان يعرف مضمون الوثائق ليش ما جبت عراقيين من ذوي القتلى وسألتهم انتم ان وقعت قرأت الوثائق او لا ما هو هذا اسلوب التدليس والدجل والكذب السستاني وهؤلاء هم اعوان المرجعية السستانية هذا هو الواقع الذي تتحرك فيه الامور وهو نفسه الذي جرت فيه التفاصيل في محرقة الناصرية ما انتم شفتوا الفيديوات رعد النمساوي الفيديو الاول اتكلم كلام اوادم كلام معدل ومرتب وواضح لكن بعدما ضغطوا عليه قام مضرط استغلت مضرط الامامنا وهذا انتم شفتوه سمعتوه الحكاية هي الحكاية والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون اعرض لنا خطبة عبد المهد الكربلاء وهذه الخطبة جاءت من السستاني من النجف هذه الخطبة بين يدي والتي جاء فيها ونود ان نشير هنا الى ان المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي اذا كانوا قد حققوا فقد مرت سنتان فاين تحقيقهم لماذا لم تعرض الفيديوات التي صورتها كاميرات قناة كربلا ولماذا لم تعرض الفيديوات التي صورتها كاميرات الحرم الحسيني فاين هذا التحقيق ولماذا وقع الناس على وثائق يتنازلون فيها عن حقوقهم وقعوا وهم لا يعلمون ونود ان نشير هنا الى ان المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي وسيستخدمون الاجراء المناسب ان كان ان كان هناك اي قصور قصور وليس تقصير ان كان هناك اي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طواريج وماذا يفعلون ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا هذه اكاذيب ودجل السستاني فهذه الخطبة جاءت من النجف بحسب تصريحاتهم اذا اردتم التفاصيل فعودوا الى الحلقات من الحلقة الخامسة الى الحلقة الرابعة بعد العاشرة من حلقة خمسة من حلقة خمسة الى حلقة اربعة عشر من برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم ستجدون كل التفاصيل ولكن لا بأس بعرض هذا الفيديو الذي يشتمل على مقطع من خطبة عبد المهد الكربلاء في صلاة الجمعة والتي صادفت في يوم ثلاثة محرم ألف أربعمية واحد واربعين الواقعة حدثت يوم عشر محرم في ركضة طويريج يوم عشر محرم وقعت الواقعة وهذه الخطبة السيستانية التي ألقاها عبد المهد الكربلاء ثلاثة محرم ألف أربعمية واحد واربعين يعني بعد الواقعة بثلاثة أيام حشدوا الناس كي يرفعوا الشعارات ووصفوا الذين قتلوهم هناك بأنهم شهداء شهداء بالقوة شهداء بالقوة لماذا حتى يسقطون ديتهم الشرعية أنا تحدثت عن مقدار الدية في الحلقات التي أشرت إليها في برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم بحسب فقه العترة الطاهرة هذا القتل الذي حدث هو قتل شبه عمدي ما هو بقتل خطأي ولا هو بقتل عمدي لا نملك دليلا على أن أحدا قد خطط لقتلهم فجاء قتلهم عمدي و القتل لم يكن خطأيا و إنما هناك تقصير و هناك قصور هناك قصور في هندسة المكان و بنائه و هذا القصور سببه تقصير في الجهات التي خططت و هندست و عمرت و هناك تقصير في إدارة الأمر و أنتم شاهدتم في الفيديوهات كيف سدوا المداخل بسيارات من دون سبب منطقي إلى كثير من الأمور فالقتل قتل في الشريعة يقال له شبه عمدي هناك قتل خطأ هناك قتل عمدي و هناك قتل شبه عمدي في القتل الشبه العمدي لا بد من دية مغلظة الدية تكون أكثر من دية القتل الخطأ و في وقتها قدرتها بأقل بأقل ما يمكن بأقل ما يمكن من أن القتيل ديته تصل إلى ثلاث مئة إلى ثلاثمئة مليون دينار عراقي هذا بالتحديد المخفف بالتحديد المغلظ قد تصل الدية إلى ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي أنا لا أحدثكم من الخيار أنا أحدثكم من فقه العترة و قد أثبت ذلك بالأدلة يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تطلعوا عليها و الأمر هو هو في محرقة مستشفى الناصرية فإن الدية تكون مغلظة و مغلظة جدا بسبب طريقة قتلهم البشعة أنا حسبت ديتهم بحسب الأسعار في هذا اليوم بحسب الأسعار في هذا اليوم من أسعار الذهب و من أسعار الأغنام و من أسعار الإبلي و الجمال أدنى حد لدية كل شخص احترق في مستشفى الناصري أدنى حد 350 مليون دينار عراقي للرجال أدنى حد أما إذا أخذنا بدية المغلظة و هي التي يجب أن تكون في مثل هذا القتل لأنه قتل شبه عمدي بطريقة بشعة وبشعة جدا فإن الدية تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي هذا المنطق ما هو منطق سياسة إنني أحدثكم بمنطق الشر ولا الذين قتلوا في باب الرجاء شهداء بحسب الشر ولا الذين قتلوا في مستشفى الناصرية بشهداء لا هؤلاء شهداء ولا هؤلاء شهداء هؤلاء قتلى مظلومون أجرم المجرمون بقتلهم فيجب على السيستاني أن يدفع ديتهم لأنه هو المجرم الأول هو القاتل الأول ليس قاتلا عمديا لم يكن متعمدا في قتلهم ولم يكن كذلك قتلهم قتلا خطائيا هناك أسباب هذه الأسباب مردها إلى البناء ومواد البناء والتخطيط وهندسة البناء وكذلك هناك أسباب تمتد إلى سوء الإدارة وسوء التدبير كل هذا مرده إلى السيستاني فالسيستاني هو الذي عين رئيس الوزراء والسيستاني هو الذي عين عبد المهد الكربلاء وأحمد الصافي وهؤلاء هم المسؤولون عن محرقة مستشفى الناصرية إذا كانت هناك عدالة إذا كان هناك إنصاف فيجب على السيستاني أن يسدد لكل هؤلاء الذين قتلوا في أقل حد لكل رجل قتل لكل ذكر 350 مليون دينار عراقي وأما إذا طالب أولياؤه بالدية المغلظة وهذا من حقهم ومن حقهم أن يطالبوا بالدية المغلظة فإن الدية تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي للذكر الواحد للرجل الواحد لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن سأعرض عليكم هذا الهراء وهذا الدجل من أن هؤلاء الزوار جاءوا إلى ساحة الشهادة واستشهدوا هؤلاء الزوار جاءوا لزيارة ويريدون أن يعودوا إلى بيوتهم ما هذا الضحك على الذقون قطعا هذا الكذب والدجل الذي كتبه السيستاني ربما هو ربما ولده محمد رضا بالنتيجة خرج هذا الخطاب بعلم من السيستاني الكبير من القاتل الكبير من المجرم الأول في هذه الجرائم يضحكون عليكم يضحكون على ذقونكم استمعوا استمعوا إلى هذا الهراء ولذلك كانت ظهيرة عاشراء من هذا العام موعدا لرحيل فلة من الصادقين في ولائهم البادلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وكان رجاء هؤلاء الحسينين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم تعبيراً عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين ألا من ناصر ينصرنا ورددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيت يا حسين واههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههه وهههههههههههههه اشتركوا في القناة ورددت ارواحهم هذه الثلة من الحسينين الصادقين في ولائهم وببل مهدهم وارواحهم رددت ارواحهم مع السنتهم بصد شعار لبيك يا حسين ففاضت ارواحهم الى بارئها الاعلى شوقا الى لقاء سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينين المضحين بارواحهم في ظهيرة ذلك اليوم ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم وندعو الله تعالى ان يتماثل للشفاء التام عاجلا بقيت الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين انه سميع مجيب وان يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الامام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها فما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هناك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طواريج ويعيدون النظر في خطط ذالف مستقبلا يحدث الناس وقد جمعوهم جمعوهم وحشدوهم والشعة مضحكة وطلبوا منهم أن يكرروا كثيرا هذا الشعار لبيك يا حسين وإلا في سائر الجمعات وفي سائر الأيام لا يوجد مثل هذا الحشد ولا يوجد مثل هذا التكرير ولا يوجد مثل هذا التكرير لهذا الشعار ماذا قال السستاني في دجله وأكاذيبه وهو يضحك على الشيعة على لسان عبد المهد الكربلاء من أن هؤلاء الزوار جاءوا لطلب الشهادة ما هذا الكذب والضحك على الذقون هكذا يقول ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم الباذلين لأنفسهم المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء إلى بقيهة الكلام فهل كان هؤلاء الذين قتلوا أو الذين عوقوا إعاقة كاملة ولازالوا معوقين أو الذين جرحوا إنها متزرة بكل المقاييس تلك التي حدثت في باب الرجاء قبل سنتين بسبب تقصير هؤلاء السستانيين السفلة وسستانيهم الكبير يقول إن كان هناك أي قصور إن كان هناك أي قصور فإنهم سيعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا ما أنتم مضحكتكم ما أنتم مضحكتهم يا أيها الشيعة إن كان ذلك في مجزرة سبايكر أو كان ذلك في مجزرة باب الرجاء أو كان ذلك في محرقة مستشفى الناصرية والحبل على الجرار رجاء اعرضوا لنا ماذا قال أعضاء وفد العتبتين الحسينية والعباسية الذين زاروا الناصرية توجه وبد العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة من مدينة كربلاء المقدسة بعد زيارة مرقة سيدي الشهداء إلى مدينة الناصرية هذه المدينة مدينة أم الشهداء التي وقفوا شبابها ضد الدواعش لنصرة العراق والمحافظة على قصية المراقب والمحافظة على العراق بصورة عامة بالواقع لنقل تعازي سماحة المتولي الشرعي الأطب الحسينية سماحة الشيخ عبد المدينة الكربلاء وسماحة السيد أحمد الصافي وجدنا هناك حزنا كبير بفقد هؤلاء الأحبة ممن فقد الاثنين والثلاثة والأربع والأكثر من ذلك نقول عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بين الشهداء وبين محمد وآل محمد الوفد وصل إلى مدينة الناصرية لتقديم التعازي والمواساة لهذه العوائل هذه العوائل التي يشعر الوفد بأنها في قلوبه وبحمد الله اليوم نحن نتجول هنا في مركز المحافظة وإن شاء الله أن نحاول أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا شهداء بالقوة ذولك شهداء ذول الشهداء حتى يسقطوا ديتهم من الذي قتلهم أهكذا قتلوا من عند أنفسهم ليس هناك من قاتل ليس هناك من مقصر هناك قصور إذا كان هناك قصور هذا هو منطق السيستاني منطق المرجعية منطق النجف وهذا التمضرط ما لذول أعضاء الوفد هو نفس التمضرط الذي سمعته من عبد المهد الكربلائي كذب ودجل وضحك على الذقون لكن شيعة يستأهلون ذلك لأن شيعة مضحكة لأن شيعة مسخرة وعلى نفس هذه الرنة وهذه النغمة رشيد الحسين كان حديثه الذي عرضته عليكم في الليلة الماضية وسأعيده كي أذكركم لأنه يلقي باللائمة على الذين احترقوا باعتبار أنهم هم الذين انتخبوا الفاسدين والفاسدون الذين انتخبهم أولئك الذين احترقوا بالنار هم أحرقوا أنفسهم بأنفسهم رجاء اعرضوا لنا فيديو رشيد الحسيني فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا يعني شوفون هذه حسب تعبيرنا الحوادث قبل شهر ما أدري المستشفى الخطيب صار حريقه حوالي مئة إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم أمس في مستشفى أيضا في ذيقار في الناصبية أيضا يقال أنه عشرات الناس ذهبوا ضحايا وتفحموا ما تنتهي إخواني ليش ما تنتهي ليش وين الخلل 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 أننا في الواقع ابتعدنا عن الرسم رسم الله حتى تعبيري ابتعدنا عن خطة الله خطة الله إذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود شنسوي احنا واحد يقول شنسوي يلا بيننا فالقضية اللي احنا نريد نغير غيرون رح أقالكم رسالة رسالة كتبها أمير المؤمنين لقاضيه في الأهواز الأهواز الإمام أمي كان خليفة المسلمين وكانت المنطقة اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريباً خمسين دولة بالخرائط اللي الآن موجودة سين قاضي من قضاة أمير منين في الأهواز اسمه رفاعة اسمه رفاعة أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة الحكم أمانة المنصب أمانة المسؤولية أمانة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة فمن جعلها خيانتان فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة اللي أخذ هذه المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك أو استلم المنصب إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة لعنة الله وتعرفون شو لعنة الله يعني رب العالمين يبعد عن رحمته ما رح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الآخر بعد هذه الفقرة الأولى كانت للمسؤولين أنه أيها المسؤولون إن لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنة الله إلى يوم القيامة هذه كلمة امين من فسا الكلام إن ومن استعمل خائنا يلا هاي واحد يقول شون يعني من استعمل خائنا يعني الإنسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويأيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن ذول شنو ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة بسا اللي يصعد للمنصب هو خائن وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدين عليه لعنة الله والله رح يجازي أما إحنا اللي نستعمل الخائن نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيب إحنا اللي نخلي إحنا اللي نرشح إحنا اللي ننتخب هذا اللي لابد إنسان أن يكون ماذا؟ دقيقا على أنه لما نرشح واحد لما ننتخب واحد لما ندعم واحد شوفوا أصلا أنت من تبعد تدعم واحد من الصفق الواحد من تحضر ما أدري بمجاميع واحد خائن فإن 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 محمد صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخر أستمع أن رشيد الحسين حجة كلة مضرط من أول إلى أخير وقد بينت ذلك لكم في الحلقة الماضية وقد بينت ذلك لكم في الحلقة الماضية الرجل يمضرط ويمخرط الكلام كله غلط وقراءة الرواية غلط والحج كله خرط بخرط ولكن مع ذلك أنتم مضحك أو هذا جاء يضحك عليكم أنا سأجيبه على هذا التمخرط وهذا التمضرط بكلام سيستاني آخر من السيستانيين جعفر الإبراهيمي رجع يعرض لنا الفيديو أقرب لك فكرة إحنا إشناها بأجواء الأول لو تستعرض إحنا مشكلتنا وين الآن مشكلتنا كبلد يعني مشكلتنا حقيقة يعني حتى نكون منصفين مشكلتنا لا من داعش ولا من القاعدة ولا من الأكراد ولا من المكونات الأخرى مشكلتنا من ما يسمى بالإنتلاف العراقي الموحد وقحال وإلا هذا مدافر مع الحجي وإعلام وسياسة ما نشغل به المشكلة يمذل للناس هذول الناس الآن نستعرضهم بذهنك بلا مسميات أي اسم يجي مع احترامنا لذواتهم الشخصية ما نشغل المسؤولية لو تستعرضهم بذهنك قبل المئة وتسعة وستين اللي هي الموسومة بالشمعة كانوا نكرات لو معروفين بالمجتمع العراقي منه كان يعرفه بسه من تسمي لك واحد تعرف كنت أنت ابن السماوة تعرف منه هذا ومنين وشه شغلة منه اللي وصل اللي وصل وعرف للناس النجف مو لو النجف أنا من الناس جعف خادمكم جيتنا للسماوة وجيت للوركاء ورحت لناحية المجد ورحت للخضر ورحت مو رحت بس آني جيت خادم لممثلي المرجعية وفضلاء الحوزة وكبار العلماء جينا وصلنا الناس وصلنا هذول للبسئولية عرفناهم للناس وإلا ما حد يعرفهم أرقام نكر احنا ما نعرفهم أنا وياك عراقي معرف بعد ما تمكنوا احترموا النجف سمعوا توجيهات النجف استأنسوا برأي النجف لا وحقك الآن يعملون جهدهم لإضعاف النجف ودور النجف وصوت النجف نفس المضمون نفس بن العباس الحش الأول صحيح بس الحش الأخيرة مخرط صارت مضرط قام يلوص جعفر الإبراهيم صار هو هذا طريقة أنه ما أمنه بالحديث إذا ما تكلم أحد منهم كلاما صحيحا لازم بعدين يقوم مضرط لازم ينجس بالمكان القسم الأول من حديثه صحيح القسم الثاني لا السياسيون متفقون مع النجف ليسوا مختلفين متفقون على السرقات متفقون على الفساد هم يوفرون أسباب الفساد والإفساد للمرجعية والمرجعية كذلك توفر لهم أسباب الفساد والإفساد من طريق حمايتهم إذا كانت المرجعية هي التي جاءت بهم بإمكانها إذن أن تزيعهم فلماذا لا تزيعهم فلذا قلت من أن الشطر الأول من كلامه صحيح وهو الذي يرد به على السيستاني رشيد الحسيني الذي يقول للناس من أنكم أنتم انتخبتم الخائنين وهم الخائنون جاءت بهم مرجعية السيستاني وحتى عندما انتخبوهم فإن السيستاني لا يحترم انتخاب الناس وإنما يعين رئيس الوزراء بعيدا عن الانتخابات ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع من أقول الشيعة مطاية والشيعة حمير أو يلعب عليهم السيستاني وربعة ما هي هذه الحقائق وهذه الوثائق كل الذي نشرته ووضعته بين أيديكم هل فيه شيء من عندي أم كل شيء منهم من حديثهم ومن كلامهم من لحم ثورة وطعمه ما أنا أستعمل هذه طريقة على طول الخط يقولون الردي من لحم ثورة وطعمه وأفضل مصاديق الردي الردي يعني الردي يعني الفاسد يعني الحقير وهؤلاء هم أوضحوا مصاديق هذا العنوان الردي من لحم ثورة وطعمه نذهب إلى فاصل يا حسين أدري بن لي يفل أسمع بيك كم جرى يا حسين وإلعيت وإلعيت ضع للشاهم ينضي بيك كل أحد يا أبو ليم وفعظ من صواب الحجر عشب يعني بيك ما ينحي من هم ينحي من جمرة اعتع بيك نمطيح على الضر جمرة اعتع بيك نمطيح على الضر بقلبي كار يحسير يجمئني يقطيها نمطيح على الله يا حسين وإلعيت ما ينحي الله نمطيح الله بيك يا حسين يا حسين لك وإلعيت ممطيح على رب زيان اشتركوا في القناة حادثة العبارة غرقوا عبارة الموصل وكان ذلك بتاريخ 21-3-2019 مجزرت باب الرجاء في نفس السنة 10-9-2019 يعني ما بين الحادثتين فترة قليلة جدا 21-3-2019 حادثة العبارة عبارة الموصل مجزرت باب الرجاء 10-9-2019 في نفس السنة عدة أشهر شوفوا شلون تحدث حينما وقعت حادثة العبارة في الموصل وشوفوا بعدين شلون تحدثوا لما وقعت مجزرت باب الرجاء أو لما وقعت محرقة الناصرية وهم المسببون فيها عبد المهدي الكربلائي أو أحمد الصافي أعرضوا لنا الفيديو رجاء نقدم التعازي إلى أهلنا في الموصل ونواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي حادث العبارة وفي نفس الوقت نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة المأساوية وهنا نود أن نشير إلى موضوعين مهمين الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير علماً أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن الأمر الثاني إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا طبعا هذه الرسالة وهذا البيان من مكتب السيستاني في النجف ولذا يقرأه في الورقة جاني السيستاني أنت ليش ما طالب العتبة الحسينية والعباسية بنفس هذه المطالبات وهنا يتحدث السيستاني عن قصور وتخصير في عبارة الموصل بينما في مجزرة باب الرجاء يقول إن كان هناك أي قصور أما التخصير فلا وجود له تلاحظون هذا الدجال هذا الكذاب أو لا عدكم عقول منين يجيبون عقول يطالب السيستاني بكشف الملابسات لماذا لم تكشف الملابسات في مجزرة سبايكار في مجزرة باب الرجاء في محرقة الناصرية لأن السيستانية سيكون مسؤولا عن ذلك مجزرة سبايكار المسؤول الأول فيها المالكي والمالكي من الذي نصبه من الذي جاء به الذي جاء به أسستاني فتقع عليه المسؤولية بدرجة وأخرى أما مجزرة باب الرجاء فإن المسؤولية تقع مباشرة عليه ومن هنا تحدث عن قصور فقط ولم يشر إلى تقصير ووصفوا القتلى بأنهم شهداء وأعطوا لكل قتيل عشرة ملايين بينما دية القتيل منهم تتجاوز 300 مليون دينار والأمر هو هو في محرقة الناصرية جايبي لهم أعلام هذه الأعلام لا فيها بركة ولا فيها أثار من الحسين والعباس هذه أعلام طلعوها من المخزن وجوز جايبيها من الصين لأنه الآن كثير من الجهات تصنع أعلامها وتصنع يافطاتها في الصين يجوز جايبيها من الصين ويجوز صنعوها بشكل مخصوص لهذه العوائل الأعلام التي فيها بركة الحسين هي الأعلام التي تعلق على قبة الحسين أو توضع على قبر الحسين أو تعلق على المنائر أو تعلق في الحرم الحسيني هذه الأعلام لا يأطونها لكم للشروقية يحتفظون بها لتجار الخليج لتجار البهرة من الذين يلعنون الإمام الكاظم ويضحكون على أئمتنا من الإمام الكاظم إلى صاحب الزمان هؤلاء البهرة الإسماعيليون تفتح لهم الأبواب وتقدم لهم كل الإمكانات لماذا؟ لأنهم يدفعون يدفعون أموال وذول المعممين سرسرية هتلية سفلة معمم يعني هتلي معمم يعني سرسري معمم يعني ساقط خصوصا إذا كان سيستاني هذا يشتغل على فلوس ما لا علاقة لا بالدين ولا بالبطيخ لذلك هؤلاء البهرة من يجون تقدم لهم التسهيلات بشكل غريب وهؤلاء أعداء أهل البيت يلعنون إمامنا الكاظم ويسخرون من أئمتنا هم يعتقدون بالإمامة إلى حد إمامنا الصادق من بعد الإمام الصادقي هم صنعوا لهم أئمتهم الخاصين بهم كتاب دعائم الإسلام هو من كتبهم من كتب هؤلاء الكتاب الذي قرأ رشيد الحسيني الرواية منه هو هذا دعائم الإسلام هذا من كتبهم لأبي حنيفة الإسماعيلي المصري لا شأن لنا به لسنا بحاجة للكتاب في هذه اللحظة كان في نية أن أقرأ الرواية وأن أعلق عليها لكن الوقت يجري سريعا فطويت كشحا عن ذلك كي أعرض بين أيديكم ما بقي من المطالب المهمة فهذه الأعلام ليس فيها من بركة هذه أعلام جاءوا بها من مخازنهم إذا كان فيها من بركة فهي بركة عبد المهد الكربلاء وبركة أحمد الصافي و هؤلاء ما فيهم من بركة أصلا هؤلاء نقمة هؤلاء إذا كان يصدر منهم شيء فيصدر منهم السوء تصدر منهم الخيبة يصدر منهم الفشل يصدر منهم الفساد بالضبط مثل ما كان يحدثكم أحمد الصافي بهذا الحديث فأين هذا الحديث من مجزرة باب الرجاء وأين هذا الحديث من محرقة النصرية التي أنت يا أحمد الصافي و يا عبد المهد الكربلاء أنتما السبب الأول والرئيس فيها ام كيفين أهل النصرية جابين لهم أعلام هذه الأعلام لا قيمة لها إذا ما مسحتم منها الأسماء المقدسة يبقى نذن خرك لا قيمة لهن هذه الأعلام لم تعلق على القباب و لم تعلق على المنائر و لم تعلق في الحرم الحسيني هذا للضحك على ذقونكم أنتم شروقيا ما هلكم قيمة عدوم أخرجوا لنا محمد فلك وهو يحدثنا عن الوكيل المدللي و عن الوكيل من أبناء الجنوب من البصرة والناصرية من أبناء البايرة محمد فلك من أبناء جنوب أعذر الله محمد ما أحده أظلت منهم ضلت أنا العبد المغلد الشيء صلاحي أنني أخبر محمد حتى محمد رجال فقير ممنوع أنه يسوي له مقتر ما أمنوع أن يسوي له كل umba مزمنوع واحد احتي المخل يعني الفاضل النجفي قل انت تتجاسر من يسوي لك يا بليج انت بك مصراب فاحنا العلينة سوينا علاقات جيدة ويا شيخ عبدالبهدي ويا زينا عبدالصابي اللي هم اكواحد يسمى نطف المدلل ابن مدلل واحد ابن البايرا مو صحيح ابن البايرا خب هذا يعني مثل يعني ابوك وخذ لمره ثاني موت هاي هاي لبثالي عزيزة عندك جديد ومك القديم محن بحادن يكرهك ويكرهك صحيح ابو صحيح ابو صحيح ابو النادي البايرا واضحاتك الشيح وكلاء السيستاني في الناصرية وفي البصرة ذو له الاهد البايرة وانتم درجة ثالثة ما أنا الذي اقول همو كلاء السيستاني رجاء اعرضوا لنا حديثة محمد فلك عن أن أبناء البصرة مواطنون من الدرجة الثالثة الباب سادلين عليك أنت بصراء وشوق حاجيها يعني كثيرا يعني أنت يشوف هناك مثلا لديك طاقة أنا سويت مؤتمر لعلي علي بسر يوم السبع السر يولو داتا ثقافة التعايش في فكرة علي صديتها بالبصرة ستعاش دولة شاركتها كلها شتركت فيه إلا النجف فضلها النجف يا بليش قالوا هاته جاسر علينا شونا سوى مؤتمر لعلي في البصرة يا بقاعد يساولون لهم قلتها ببغانستها شوف الأفق ما هم يجب أفق مجيئة هذا اللي هو موعد يعني يعتبرون البصرة مواطن درجة ثالثة أنتم هم هم يعني متربطين بأدبية أهل البصرة لا تدعوني بحقوقكم لك راد حسن منكم بكثير هذا اللي هو موعد ناسا مقلد يقول كردي بس هو لا الكردي أف من البصرة محمد رضي السستاني سحب الوكالة من شيخ محمد فلك بسبب هذا الكلام هذا الكلام كان في جلسة خاصة وبعد ذلك انتشر ووصل إلينا ونشر على شاشة القمر فلما نشر على شاشة القمر وانتشر في كثير من الأوساط استبر محمد رضي السستاني فترة وبعد ذلك سحب الوكالة من محمد فلك من هذا الوكيل الذي هو بدرجة ابن البايرة كبقية وكلاء السستاني في البصرة والناصرية فأنتم أبناء الناصرية مثل أبناء البصرة مثل أبناء العمارة مواطنون درجة ثالثة صدقوني أنا سمعت في تسجيل صوتين لا أريد أن أذكر كلاما أكثر من هذا منهم من أبساطهم من أبساط المرجعية في النجف يتحدثون عن أبناء الجنوب عن أبناء البصرة والعمارة والناصرية يتحدثون بيناتهم واللطيف أنهم يتحدثون مع بعض الوكلاء من البصرة ومن العمارة من هذه المناطق فيتحدثون عن أبناء الجنوب يقولون ذول مثل القنادر مثل القنادر اللي ينلبسها وقت القاعم طينة إذا مطرت الدنيا والطيّنة تلقا فذول قنادرنا اللي نلبسهم من تكون القاعم طيّنة وبعدين ننزحن لهاي القنادر ونلبس القنادر النظيفة فأنتم قنادر يلبسونكم إذا كانت القاعم طيّنة هذا هو واقعكم هذا واقعكم اعرضوا لنا فيديو رحيم الدراجي وهو يتحدث عن الشروقية تدري الشي يقول واحد من عتمو يقول أنت مشروقية استحقاقكم قضيت صوت انتخابي ومشروع استشهادي والله هاتي نظروا لنا خلي بالك مشروقية ذا ما تحترمون نفسكم وتم ذور الشغلات خيركم يصير حماية سائر شائتي حدقتي زيه بحث هو القرار يعمل الشروقية يريد يستمرون على هذا الحال وخباري ما عنده سلطان عليه يريدون يغيرون يقولون شين هذول جدي يسون بي رح تطلع مظاهرات ببعض يجلي والله العظيم خليهم شنو لعد لو لا وجود هذول الشروقية ماكوش اسم عرق لو لا وجود هذول الشروقية هذول مايقعدون على كرس فوق هذا كله يقول الاشروقي قضيته اثنية صوت انتخابي ومشروع استشهادي ما لاي حق بالعرق غير دمي بدليل هس هذا اكبر جليل روح روح للشروقية كلهم عطالة بطالة روح لأولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء زين كلهم تلقاهم موجودين طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس الوزراء او برئاسة برلمان وراح تظلون مضحكة تبقون مضحكة وهنيانكم هنيانكم بهذا الوضع الطايا حظة مشكلتكم مو مح السياسيين ومشكلتكم مع السيستاني نفسه بس انتم ما جاي تفتهمون مشكلتكم مو مح السياسيين صدقوني السياسيون الفاسدون خوش عوادم بالقياس للسيستاني السياسيون الفاسدون اشرف من السيستاني انتم لا تعرفون اين هي مشكلتكم مشكلتكم عند مراجع النجاح والمشكلة ليست خاصة بالسيستاني اذا مات السيستاني وجاء مرجع اخر المشكلة هي المشكلة والقضية ليست في الاشخاص القضية في المنهج منهج مراجع النجفي منهج مخالف لمنهج اهل البيت انا لست سياسيان لا اتحدث من منطلق سياسيين ولست مرجعيان ارى المرجعية قذارة لانها تخالف منهج اهل البيت مشكلتكم هي هذه مشكلتكم في المنهج وانا قد ضربت لكم الامثلة الكثيرة لا اريد ان احدثكم اكثر من ذلك انما التقط لكم صورا ترتبط باجواء المرجعية السيستانية هذه لقطة يحدثنا عنها ضياء الشكرشي والذي كان من كوادر حزب الدعوة وبعد ذلك رفض حزب الدعوة ورفض الاسلاميين ورفض كل شيء يحدثنا كيف ان احمد يزور الدستور بعد كتابته بمساعدة معمم اولا نيابة عن المرجعية وبأمر المرجعية كانوا يعبثون بالدستور هذا هو الذي يتحدث بهذا الحديث وعبر العراقية الإخبارية هل يجرؤ على أن يقول كلاما كهذا إن لم يكن حقيقيا وعبر القناة العراقية الرسمية عبر العراقية الإخبارية رجاء اعرضوا لنا فيديو ضياء الشاكرت كنت مقرر اللجنة الأولى لجنة مبادئ الأساسية ولكن بعد الجلسة الخامسة لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتم التقارير أو المحاضر بالواقع خلاق ما يحصل في اللجنة الدستورية يعني كان يطلب بني أن أن أدرج ما لم يقر في اللجنة أو أحد ما قد أقر من الذي ضغط عليك قلت رئيس رئيس لجنة المبادئ رئيس لجنة المبادئ الأساسية لجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأنطبعها بالواقع ثم يطلب مني أن أسحبها من كان رئيس لجنة المبادئ هو معروف معروف ضروري أذكر اسمه كان السيد أحمد الصافي أحمد الصافي ممثل المرجعية كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية وهو أيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هو محمود سرب صيغ غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها يعني صيغ غير متفق عليها والدعي أنه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجه أشياء أبداً غير متفق عليها أحمد الصافي آنذاك لم تكن له أدنى قيمة وكذلك همام حمودي على أي أساس يزورون الدستور بعد أن يتفق كتاب الدستور على كتابة النصوص هذا الأمر لا من أحمد الصافي ولا من همام حمودي هذا الأمر من السيستان نفسه ولا حتى من محمد رضا السيستان هذا التزوير تزوير الدستور الذي حدث وبقي الدستور مزورا بأمر السيستان وكانوا يأخذون النسخ المزورة للدستور إلى السيستان كي يوافق على تزويرهم هذا هو الذي حدث ما أنتم مضحك هؤلاء هم الذين يقولون أنا الذي قلت هذا الكلام وهناك من الوثائق التي ترتبط بهذا الموضوع قد نشرتها في برامج السابقة أنا لا أستطيع أن أضع كل الوثائق في كل برنامج من أين أهتي بالوقت وكم سيكون طول البرنامج لكنني سأعيد بث الفيديو حتى تتأكدوا من المعلومات بأنفسكم رجاء أن أعيد بث الفيديو كنت مقرر اللجنة الأولى لجنة مبادئ الأساسية ولكن بعد الجلسة الخامسة لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتم التقارير أو المحاضر بالواقع خلاق ما يحصل في اللجنة السورية يعني كان يطلب بني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة أو أحد ما قد أقر من الذي ضغط عليك قلت رئيس رئيس لجنة المبادئ رئيس لجنة المبادئ الأساسية لجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطبعها بالواقع ثم يطلب مني أن أسحبها من كان رئيس لجنة المبادئ هو معروف معروف ضروري أذكر اسمه يعني ضروري كان السيد أحمد الصافي أحمد الصافي ممثل المرجعية كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية وهو أيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هو محمود سرب صيغ غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها يعني صيغ غير متفق عليها والدعي أنه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبداً غير متفق عليها وبعد ذلك يطالبونكم باتباع الدستور يضحكون عليكم أنتم مهزلة مهزلة من رؤوسكم إلى أقدامكم الكتاب الذي بين أدي عنوانه كتابية وهذا هو الجزء الثاني من كتاب كتابية لعمر موسى الذي كان وزيراً للخارجية في مصر وبعد ذلك صار أميناً عاماً لجامعة الدول العربية الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه الأول كتابية سنوات الجامعة العربية الطبعة الأولى 2020 دار الشروق القاهرة مصر العربية صفحة 111 يتحدث عن زيارته للسيستاني والتي كانت في يوم السبت 22 10 2005 ميلادي 22 10 2005 ميلادي يقول في بعض تفاصيل ما ذكر فالكلام طويل وقبيل انتهاء اللقاء قطعا لم يذهب عمر موسى لوحده معه من العربي ومن العراقيين معه الكثير في وفد رسميا لزيارة السيستاني وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني ان ابقى معه للقاء منفرد لدقائق اراد ان يختلي به السيستاني وعمر موسى ما اراد للعراقيين ان يسمعوا كلامه الذين كانوا برفقة عمر موسى وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني ان ابقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الامين العام يا اخ العزيز عمر موسى ساقول لك شيئا ارجو ان تتذكره لا تلقوا بالعراق في احضان ايران الرجل ايراني جنسيته ايرانية السيستاني هو لا يعبأ بالعراق ولا يعبأ بايران هو يعبأ بالمرجعية التي يريد ان تنقل الى ولده من بعده وهو عالم وهو عالم بشكل قطعي من ان الايرانيين سيحاولون ان يمسك بالمرجعية من بعد السيستاني انه يريد ان يقطع الطريق عليهم وان لا يصرف العراق ولا يصرف شيعة العراق ساقول لك شيئا ارجو ان تتذكره لا تلقوا بالعراق في احضان ايران اصلا عمر موسى لم يتوقع ان يسمع كلاما كهذا من السيستاني ولا يوجد احد يطالب السيستانية ان يتكلم بمثل هذا الكلام وفي ذلك الوقت سنة 2005 ليس هناك من حشد شعبي او ميليشيات ايرانية كالتي حدثت بعد داعش مثلا قطعا كان هناك تدخل ايراني في العراق مثل ما كان هناك تدخل سعودي وتدخل تركي وكان الامريكان موجودين في العراق نحن نتحدث عن سنة 2005 فهذا المنطق هل هو منطق شيعي منطق مرجع شيعي في النجر هذا منطق الواحد كلاوشي لو كان هذا المنطق منطقا حقيقيا لماذا اخرج الناس فهل يستأمن عمر موسى على اسراره ماذا تقولون انتم كيف تفهمون هذه الواقعة وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني ان ابقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الامين العام يا اخي العزيز عمر موسى ساقول لك شيئا ارجو ان تتذكره لا تلقوا بالعراق في احضان ايران قلت له عمر موسى يقول انا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولامن العراق رد علي مكررا ذات العبارة يا اخي لا تلقوا بالعراق في احضان ايران يستمر عمر موسى في الوقت ذاته كان ابن حلي من مساعدي عمر موسى شخصية سياسية جزائرية كان ابن حلي جالسا في غرفة اخرى مع ابنه مع ابن السيستاني محمد السيستاني يعني محمد رضا السيستاني واتفق على التواصل ووسائله بشكل سري قطعا تلاحظون ان السيستانية وولده يعملان بشكل سري من دون ان يطلع المسؤولون العراقيون فهذا جالس مع ابن حلي في غرفة جانبية وهذا يختلي بعمر موسى لأي شيء لقطع الطريق على ايران ليس حبا في العراق وليس اهتماما بالوضع الايراني هؤلاء اناس لا يعبؤون الا بمصالحهم الشخصية المرجعية زعامة دنيوية لكنها تغطى بغطاء ديني هذه هي الحقيقة من الاخر بس انا شلون اقدر افهم الزمائل والمطايا شون اقدر افهم ما ادري لكن هذه هي الحقائق بعد ذلك هو يقول عمر موسى اما انا فقد عدت ومعي تأييد السيستاني بتلك العبارة القوية لا تلقوا بالعراق في احضان ايران رجاء نعرض لنا صورة عمر موسى مع صورة السيستاني هذا هذا هو عمر موسى الذي كان امينا عاما لجامعة الدول العربية حينما زار السيستاني في 22 اكتوبر سنة 2005 وخمسة ميلادي وكان ذلك في يوم السبت اعرضوا لنا صورة كتابه الذي قرأت منه ما قرأت هذا هو الكتاب الذي قرأت عليكم منه صورة غلافه رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عمر موسى يتحدث عن هذه الواقعة نفسها في برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية طيب في هذه الحادث الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة هاي تمام مكتوبة في الكتاب عايش ازمعها يعني عايز مش بس العينين نمى الأذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ناس كلمتي رجاء اعيدوا الفيديو طيب في هذه الحادث الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة هاي تمام مكتوبة في الكتاب عايش ازمعها يعني عايز مش بس العينين نمى الأذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ناس كلمتي أعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلمة السستاني هذه هذا هو السستاني وهذا عمر موسى وهذه كلمة السستاني لعمر موسى والتي تكشف ما تكشف من حقيقة هذا الرجل رحيم الدراجي والحديث في أيام حكومة عادل عبد المهدي ليس الحديث عن عادل عبد المهدي وإنما جئت بهذا الفيديو لأن رحيم الدراجي ذكر حقيقة موجودة في العراق هي الطبيعة والأسلوب الذي تجري فيه الأمور في كواليس الحكم والسياسة والمرجعية السستانية في النجف كان ذلك عبر قناة NRT عربية هنا من الكتل اللي رح تتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون أنه هو محد يعرف من أجاب ديش محد يعرف من أجاب كلها تقول مو إحنا كلها تقول مو إحنا وإحنا طنال الأريحية في اختيار الكابينة الوزارية لا لا الحكومة شوف أو الحكومة يعني دكتور عادل عبد المهدي إجا عن طريق المرجعية النجف والنجف إجا طرحتها على سائرون والفتح وكلهما وافق بالموضوع وتم التصويت على دكتور عادل سيد عادل رشح المرجعية مو مر يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية وتم المضي بالموضوع وقبله يعني بالنتيجة حكومته وقبله ومنهاجه الوزاري اللي طرح رشحتها وفق أي معايير أو اقترحتها وفق أي معايير حسنا هاي المعايير احنا منو قال لك عدنا معايير بالعراق قوية صحي ما عدنا معايير بالعراق احنا والله احنا عدنا علاقات عدنا الكزامات عدنا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة ما عدنا شي معايير احنا عدنا معايير لا تخلينا نحط شي زايد يا ما الله خلصونا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة بأي طريقة بالتوقيع التكويني وين يوقعون على ياصف هذا هو الواقع الشيعي المرجعي في العراق رجاء أن أعيد الفيديو هنا من الكتل التي ستتحمل فشل السيد عادل عبد المهدي كون أنه لا أحد يعرف من أجابه لماذا لا أحد يعرف من أجابه؟ كلها تقول ما نحن كلها تقول ما نحن ونحن نطعنا الأرياحية في اختيار الكابينة الوزارية لا لا الحكومة أو الحكومة يعني دكتور عادل عبد المهدي أجا عن طريق المرجعية النجف والنجف أجا طرحتها على سائرون والفتح وكلهما وافق بالموضوع وتم التصويق على دكتور عادل عبد المهدي سيد عادل مرشح المرجعية؟ بومر يعني هي اقترحتها بالنتيجة وصار القبول من قبل الكتل السياسية وتم المضي بالموضوع وقبله يعني بالنتيجة حكومته وقبله ومنهاجه الوزاري اللي طرح رشحتها وفق أي معايير أو اقترحتها وفق أي معايير؟ حسنا هاي المعايير احنا من نقول لك عدنا معايير بالعراق؟ قوية صحيح؟ ما عدنا معايير بالعراق احنا والله احنا عدنا علاقات عدنا الكزامات عدنا أوراق تتوقع بالليل بالظلمة ما عدنا شي معايير احنا عدنا معايير دخل لي منعتي زايد يا معايير خلصونا هو تكلم بنسبة عشر بالمئة من الحقيقة وتلاحظون من أن الكلام الذي تحدث به كلاما وتلاحظون من أن الكلام الذي تحدث به كلام خطير جدا هو لم يتحدث إلا بنسبة عشر بالمئة من الحقيقة كل الفساد من السستاني وكل المشاكل من السستاني أنا الذي أحدثكم بالحقيقة الكاملة لأنني لا أعبأ لا بالسستاني ولا بغير السستاني ومراجع النجف من السستاني إلى آخر واحد فيهم ما أشتريهم من عالم قطع لا أبالي بهم لذلك أحدثكم بالحقيقة كما هي من دون مجاملات هؤلاء لا يستطيعون أن يتحدثوا بالحقيقة الكاملة يظل الحشي مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يظل الحشي مشامر هذا حشم شامر إبراهيم بحر العلوم هذا ابن السياسة وابن الأخندية لذلك راح يحشي بطريقة إكلاوتشية من الدرجة الأولى بطريقة الواوي النجفي عن نفس الموضوع لكنكم من خلال لغة جسده ومن خلال نظراته الساخرة والفحصة ومن خلال أسئلة مقدم البرنامج ومن خلال كل الذي ستشاهدونه وتستمعون إليه في هذا المقطع القصير يمكنكم أن تقرأوا ما وراء ذلك عبرة قناة آسيا وفي برنامج بين زمني الأثر هذا الانذار من المرجعية تعتقد؟ أنا أصور رسالة واضحة إلى كافة من يهمه الأمر إلى الحكومة إلى البرلمان إلى الدول المعنية إلى أعتقد جاءت في وقته المناسب وتحمل رؤية والجميع اليوم صمام الأمان للعراق والمرجعية تستمع للمرجعية هذه القوة؟ يفترض أن تستمع نحتاج ما بين شيء؟ إذا تستمع المفروض يعني حياتنا يعني لم تستمع عليها باختيار شخصية مستقلة؟ لا بس سمعتها بالحجد الشعبي لماذا تم اختيار عدل عدم مهدي؟ كي تم اختيار عدل عدم مهدي؟ ماذا 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 مظهر؟ إذا كان هو اختيار الكتل السياسي لا يوجد خطاب معلم من المرجعية؟ أقول الاختيارة؟ لا لو كان الخيار مناطب الكتل السياسي الاختيار رأيس ويزراء مون يختار سعد عدل لا والله منه كان ببالهم العالم؟ ما عرفونه ولكن هي هذه السياقات استصحب السياقات السابقة تعتقد المرجعية كان لها دور هذا ما الشارع العراقي يعني فهمه منه كان إلى دور كان إلى دور الاختيار على الأقل أكو أكو دعم من قصة دعم مباشر غير مباشر غير مباشر لشخصية عادل عبد المهدي وكان محل توافق البناء والإصلاح من قبل المرجعية هذا الحج محل توافق البناء والإصلاح لا بس الحج الحج الدعم المرجعية دعمت أنا ما قاعد يقول دعمت صفات المرشح مثلا؟ الصفات المرشح انطبقت الصفات على سيد عادل عبد المهدي 27 27 جولاي كانت رسالتها واضحة لا شوف المرجعية أعطت الصفات وأشعرت الكتل السياسية بضرورة تغيير بزين وبأنك حاجة إلى اختيار شخصية مستقلة لإدارة البلاد هذا واضح كان؟ لا واضح بعدين بالنسبة للأسماء بشكلنا أو بآخر صار التوجهنا عسل عادل عبد المهدي سهل ماتين خلينا خليها ما شاس يعني موطر موطرف خارجي بارك لسيدا عمي شلو موطرف خارجي سأتأكد الطرف لا أنا لا أكد بالأخي هذا العاق العلي زين بالله عليكم ذول أولاد الأمامنا وأولاد السياسيين ستقبضون منعتهم كلها كلاوات بكلاوات كلاوشية المرجع كلاوشي السياسي كلاوشي المومين كلاوشي ابن المومين كلاوشي وراح تخلص خط ذول السختشية الكلاوشية شوفونهم قدامكم ذول يكشفون لكم الحقائق إلى متى تبقون مطايا يا جماعة ولكم أصحوا 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 إلى متى تبقون مطايا نتذكر شيئا من بقايا جريمة سبايكر الله يقي المالك الله يقي المالك الله يبيك المالك ترجمة نانسي قنقر 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 ولم يسمي نفسه بحزب الدعوة وإنما سمى نفسه بالدعوة الإسلامية لماذا؟ لأن كاظم الحائر في ذلك الوقت حرم العمل على غير جماعة الآصف أن يعملوا تحت عنوان حزب الدعوة الإسلامية وهؤلاء خافوا من مسألة الإصطدام بالفقيه فاقتنعوا أن سموا أنفسهم بالدعوة الإسلامية أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخهم لا شيء نلي بهم فعملية تزوير الانتخابات وعملية عزل المعدان هذه قضيتهم قديمة وهذا الأمر كان موجودا في حزب الدعوة بسبب انتمائه إلى مرجعية النجف هذا هو عقل مرجعية النجف ليس اليوم فلم يكن في خيال نور المالك أن يكون محافظا لكربلا الرجل كان يتمنى أن يكون مديرا لدائرة تربية طويريج الذين يعرفونه عن قرب هم الذين يقولون ذلك كان أقصى طموحه أن يكون مديرا لتربية طويريج لماذا؟ لأنه سابقا كان موظفا فيها قبل أن يخرج من العراق فكل طموحه أن يكون مديرا لتربية طويريج لم يكن يطمح أن يكون مديرا لتربية كربلا الذي جاء به وجعله رئيسا للوزراء هو السستاني بالاتفاق مع الأمريكان هذه حكاية لها ظروفها وتفاصيلها أنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ كل شيء في هذه اللحظة فالسستاني كان وراء وصوله إلى رئاسة الوزراء ولذا جناح الجعفري ماذا يسمي حكومة المالك؟ يسميها بحكومة المعدان باعتبار أن مستشاريه من البصرة والناصرية والعمارة فهؤلاء هم المعدان والمعدان لا يحق لهم أن يتسنموا المناصب العالية أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية فهذه قضية فيها كلام كثير خلاصة الكلام الذي جاء بالمالك وجعله رئيسا للوزراء هو السستاني فهذا الشاب الذي يردد الله لا يوفق المالك في الحقيقة الله لا يوفق السستاني لأن السستاني هو اللي جاء بالمالك والمالك كان فاسدا وكان غبيا إلى أبعد الحدود والنتاج غبائه أن دخل الداعش إلى الموصل وبعد ذلك كان الذي كان ومن تفاريع ذلك حدثت مجزرة سبايكر وكان بإمكانه أن ينقذهم ولكنه قصر في ذلك ما أنقذه ولا تابع أمره إلى أن تم القضاء عليهم فهذه اللعنة على لسان هذا الشاب في الحقيقة هي لعنة على السستاني على رأسه لأنه هو الذي جاء بالمالك هنا نعود إلى رواية أمير المؤمنين في رسالته إلى قاضيه رفاعة ومن استعمل خائنا من الذي استعمل المالكي هو أسستاني ومن استعمل خائنا من أقرب الشخصيات إلى المالكي هو الذي يقول وحينما اختلف مع المالكي هدده بنشر هذه الحقائق مع أن البرلمان اللجنة التي حققت في دخول داعش إلى الموصل ألقت بالمسؤولية على المالكي وهذه قضية معروفة التحقيق مع أنه لم يكن تحقيقا حقيقيا وكاملا لكنهم لم يستطيعوا أن يبرعوا المالكي كل الأدلة تشير إلى أن المالكي كان السبب الرئيسي في دخول داعش إلى الموصل أنا لا أقول أنه اتفق معهم أبدا بحسب تتبعي للحقائق فإن القادة العسكريين والمسؤولين في الموصل أخبروا المالكي أخبروه من أن داعش على أبواب الموصل وبدأوا يدخلون وكان هذا الشيخ من أقرب الناس إلى المالكي جالسا في مكتبه هو الذي يحكي فكان يستمع إلى حديث المالكي على مكتبه عبر التليفون وهو ينصت إلى الإخبارات التي تصل إليه من أن داعش على أبواب الموصل فلم يصدر أمرا ولم يبدي أي اهتمام فهذا الشيخ سأله ما الذي حدث فأخبره من أن داعش على أبواب الموصل إنها تريد الدخول إلى الموصل وبدأت بالدخول فسأله الشيخ الذي هو من أقرب الناس إليه وماذا ستفعل يلا خليهم يدخلوني نعلون والدهم أنا هنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل لكن القضية خطيرة فاللجنة البرلمانية حينما ألقت بالمسؤولية الكبرى على عاتق نور المالكي لم يكن هذا الأمر جزافيا كان مبتنيا على قراء وعلى شواهد وعلى وثائق وعلى حقائق وقعت على الأرض من الذي حمى المالكي السستاني الذي حمى المالكي لأن المالكي إذا وقع انكشفت ملفاته فساد السستاني وانكشفت جرائم السستاني فلابد من حمايته من هنا يبحثون عن الفاسدين الفاسدون إلهم للسستاني وأولاده وأصاره ومرجعيته ستر غطى هذا هو الواقع الذي جرى على الأرض من هنا أقول لكم هذا الفتى وهو يصب لعنته في دعائه على المالكي في الحقيقة هذه اللعنة وهذا الدعاء يقع على السستاني لأنه هو الذي جاء بهذا الخائن ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة وهكذا فإن الكاظمية قد استعمله السستاني وهكذا فإن عبد المهدي الكربلاء قد استعمله السستاني وإن أحمد الصافي كذلك وهؤلاء هم السبب في محرقة مستشفى الناصرية قطعا هناك الكثيرون الذين لم تلتقط الكاميرات صورهم ممن صبوا لعنتهم على الذين أحرقوهم أثناء عملية احتراقه هؤلاء الذين صبوا لعنتهم على المالك عملية قتلهم كانت أسهل بكثير من عملية قتل الذين أحرقوا في محرقة مستشفى الناصرية نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا سمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس الوثيقة التي تحدثنا عن الفساد السيستاني في بعده الديني والدنيوي في بعده العقائدي والإداري لإدارة أمور الناس إنها الوثيقة الدبرية السيستانية حيث يوقع مرتضى صهر عبد المهد الكربلاء على مؤخرات منتسبي العتبة الحسينية يوقع على مؤخراتهم وهذا الذي وقع على مؤخرته يقول له هذا هذا مهتوقيع هذه مطالعة مطالعة يعني أن المسؤول يقرأ البريدة المقدمة له أو يقرأ الاقتراحات أو يقرأ العرائض التي تقدم له وبعد ذلك يعلق عليها تعليقا طويلا ثم يوقع تحت هذا التعليق في مصطلحات العمل الإداري والعمل القانوني يقال لهذا مطالعة فهذا الذي وقع على مؤخرته يقول لمرتضى صهر عبد المهد الكربلاء هذا متوقع كان المطلوب أن توقع على مؤخرتي لكنك قمت بمطالعة كتبت مطالعة في البداية يتحدثون عن حسين كلك وعن حسين أصلي فهل هذا الحسين الذي هم يقولون نحن نعمل في عتبته هل هو هذا الحسين الكلك ولذلك لا يحترمونه ولا يقدسونه من هنا يوقعون على المؤخرات والأدبار أم هذا الحسين الأصلي وهم لا يبالون به من هو الحسين الكلك من هو الحسين الأصلي ضاعت الحسب علينا رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية السيستانية الحسين الأصلي هذا الكلب ليه ملتظر ملتظر وعجل ملتظر وقع عجل وقع عجل لا لا رجاء رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على تفاصيلها بدقة الحسين الأصلي وهذا الكلب ليه ملتظر ملتظر وعجل ملتظر وقع عجل وقع عجل لا ملتظر وقع عجل المكان الذي جرى فيه هذا التوقيع أتحدث عن التوقيع على المؤخرات هذا هو مكتب المرجعية السيستانية في الحرم الحسيني هذا مكتب عبد المهد الكربلاء ومكتب عبد المهد الكربلاء في الحرم الحسيني هو مكتب المرجعية السيستانية انتشر ضجيج قطعا بعد زمان طويل على التوقيع انتشر ضجيج بسبب وآخر بين الكربلائيين من أنهم لا يريدون لمرتضى البقاء في العتبة الحسينية وفعلا وبأمر من محمد رضا السستاني تم نقله إلى دائرة محافظة كربلاء لكن هذا في الحقيقة ما هو بأمر حقيقي صحيح عنده مكتب في المحافظة ويذهب بعض الوقت يوما يومين بعض الأيام كي يداوم في بناية المحافظة لكن الحقيقة أن إدارته للعتبة الحسينية صارت أقوى وأوسع فهو يدير شؤون العتبة الحسينية من منزل ومسكن عبد المهد الكربلائي لأن عبد المهد الكربلائي أساسا مكتبه عند مسكنه المكتب الذي له في العتبة الحسينية في الحرم الحسيني هذا مكتب بروتوكولي يستقبل الوفود يلتقي بالشخصيات إذا أرادوا أن يوقعوا عقدا من العقود مثلا للأمور البروتوكولية أما الإدارة العملية الحقيقية للعتبة الحسينية فإن عبد المهدي يقوم بها من مكتبه الذي هو في مسكنه هناك مجمع سكني هناك مكاتب وهناك أقسام لإدارة شؤون العتبة هي في نفس المكان الذي يسكن فيه عبد المهدي الكربلائي فإدارة العتبة الحسينية فعلا هي من بيت عبد المهدي الكربلائي وليس من مكتبه في العتبة الحسينية مرتضى يدير العتبة الحسينية الآن وبشكل أوسع لماذا؟ لأن الأمر صار سريا ليس أمام الناظري هذا أولا فهو في مأمن من الناظري وثانيا الذين كانوا ينغصون عليه أزاحهم عبد المهدي من طريق صهره مثل علي مصلح وغير علي مصلح الذين كانوا ينغصون على مرتضى على خلافات فيما بينهم على خلافات فيما بينهم بخصوص فسادهم بكل أشكالهم فالذين كانوا ينغصون على مرتضى أزاحه تفرد بالسلطة والإدارة قطعا هذا الأمر فعله عبد المهدي من دون علم محمد رضا لكن محمد رضا عنده جوهسيس في العتبتين الحسينية والعباسية أبلغوه بهذه التفاصيل لم يغير شيئا لماذا؟ بالضبط حاله كحال المالكي حينما يفسد وزراؤه ويجمع الوثائق عليهم فإنه يكون مطمئنا من جهتهم ويسمح لهم بالفساد فهم مفسدون فيما بينهم ستر غطل هذا الفاسد يستر هذا الفاسد وهذا الفاسد يستر ذاك الفاسد بالضبط هكذا تجري الأمور هذه صورة حقيقية من واقع مؤسسات أسستاني فالذي يوقع على الأدبار في حرم الحسين يمنح سلطة أكبر يمنح سلطة أكثر هكذا تجري الأمور وحينما يعلمون بذلك يوافقون يوافقون فوجود المفسدين فيه منفعة لستر فسادهم بالضبط لماذا لم يحاكم المالك على هذه الخيانة على الخيانة العظمى احتلال الموصل خيانة عظمى لماذا لم يحاكم المالك على هذه الخيانة مع وجود الأدلة والوثائق والحقائق مع أن اللجنة البرلمانية قد قررت ذلك وبشكل واضح وصريح لأن السستانية لا يريد للمالك أن يقع ولا لغيره أيضا من كبار الفاسدين لأنهم إذا ما وقعوا فضحوا فساد السستاني هذه هي الحقيقة من الآخر وهكذا تدار أموركم يا أيها الثولان وإلى متى ستبقون على هذا الحال بعد كل هذا سأطرح سؤالي إذن أين الصلاح والإصلاح في هذه الأمة بعد مقتل سيد الشهداء هكذا كذبتم علينا يا مراجع النجف وكربلا قلتم إن الأمة صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين فأين هذا الصلاح ما هذا واقع المرجعية الشيعية التي تحكم العراق منذ 2003 وها نحن في سنة 2021 وصلنا إلى نهاياتها فأين هذا الصلاح والإصلاح الفساد والإفساد في كل الاتجاهات غدا سيكون حديثنا في تطبيق جديد في التطبيق الثالث من تطبيقات واقعنا المرجعي الشيعي ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر